مشاهدين الكرام هننتقل ليه جزئية أخرى؟ يعني إحنا لدينا احتفالية كانت تحمل عنوان شكراً هذه الاحتفالية لتكريم الزراعيين وأوائل كليات الزراعة وقد أقيمت هذه الاحتفالية بنادي الزراعيين يعني هي الأمر كله يعني هي توجيه بس الشكر والامتنان لكل من اشتغل في مجال الزراعة وكمان مد يد العامل للطلاب اللي هيخارطوا فيما بعد في هذا المجال تعالوا بينا نشوف مشاهدين الكرام أجواء هذه الاحتفالية ونعود مرة أخرى لأخبارنا تقدم نعم العرفان والشكر لمن بذلوا بعض الموجود في مجال قطاع الزراعي من كل المجالات سواء عن قطاع الحكومة أو قطاع الخاص أو الطلبة حتى تكريموا الطلبة الأوائل فديكة حاجة لفتة جميلة وزي ما قاله هو مش تكريم للأشخاص بيقدموها كلمة شكر وكلمة عرفان لمن بدلوا مجهود في سبيل نهضة هذا البلد في هذا قطاع قطاع الزراع الحقيقة محتاج شوية تشجيع يعني القامات اللي فيه والناس اللي تعبت قوي على مدار السنين الطويلة اللي فاتت يعني أنا أذكر بعض الحاضرين هناوات بيشتغلوا في القطاع من سنة ستين فيحتاجوا فعلا أنهم يتكرموا لأنهم أضافوا كتير أول الزراع المصرية للقطاع الزراع المصر الحقيقة دي إضافة للمجتمع الزراعي النهاردة أنا لما كرم المهتمين بالزراع الناس اللي قامت بدور فاعل في هذا المجال ده بيعتبر دافع لهم لأنهم يدوا في المرحلة الجاية بصورة أفضل إن شاء الله تكريم كويس جدا 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 وده يعني لإضافة المزيد للزراعة المصرية من خلال تدعيم الطلبة اللي هم الخارجين الجديد ومن خلال إضافة مركبات جديدة ومتخصصة للنهوض بالإنتاج الزراعي للمصر إن شاء الله نحن نقول لهم شكرا لكل المجهودات واللي ساهمتوا بيها في نهوض بقطاع الزراع في مصر كمان على التكريم ده كرمنا النهاردة معظم أوائل كليات الزراع في مصر يعني كنوعا من دعم كمان للشباب ومنشجحهم إنهم يبذلوا جهد أقصى ما في جهدهم الفترة القادمة لأن مصر النهاردة بتتبني بشبابها بتتبني بالعلم طبعا ده حاجة كويسة جدا بتدينا ثقة في نفسينا وبتقول لنا طبعا إن الناس شايفانا وبتشجعنا إن احنا نستمر إن شاء الله ده بيمسل لنا كلنا تشجيع وإحنا بنشكر كل الناس اللي بتشجع الطلبة إن هم يتفوقوا كان واجب علينا أن أوجه لهم شكر وكان واجب علينا أن أقول لهم بجد شكرا إن انتوا مش خدمتوني في شغلي بس ولكن انتوا كمان كان في منكم الأب وكان في منكم الأخ وكان في منكم الأخت العزيزة علينا فطبعا يعني بصراحة أنا يعني الفترة اللي فاتت دي كان كلهم ناس محترمة قوي بيقفوا معاك في كل مناسباتك سواء الشخصية أو الشغل بتاعك محدش بيتأخر ودي ممكن حاجة ندرة قوي 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 إن هو حد يشوفها في مجال زي المجال بتاعنا شوفنا مشاهدي الكرام هذا الجزء من هذه الاحتفالة والتي حملت كلمة شكرا وحملت أيضا معاني الشكر والامتنان لكل من ساهم بأياد بيضاء في العملية الزراعية كان هناك دكتور صلاح يوسف وزير الزراع الأسبق دكتور ريدر نحراوي رائد الزراع النظيفة في مصر دكتور عادل الغندور الخبير الزراعي وأيضا اللواء هشام الحصري رئيسة لجنة الزراع بمجلس النواب المصري وهناك أيضا كمان كم كبير من الطلاب أوائل الطلبة في هذا المجال المهم